يقف أحمد مع زملائه من دول القدرات الخاصة في مديرية الكريتر أمام مبنى الشؤون الاجتماعية للمطالبة بحقوقهم التي غابت عدة أشهر صعوبة التنقل بين وسائل المواصلات وفي ظل تجاهل الدولة لاحتياجاتهم تعقد من حياة أحمد زملائه حيث تسوء أوضاعهم يوما بعد آخر إلى درجة يتخلفون فيها عن القيام بواجباتهم الدراسية في الجامعات بسبب انقطاع الرسوم الدراسية التي كانت تصرف لهم كمساعدات من الدولة تكفينا وعود كاذبة أبرز عبارة حملتها لافتات ذوي القدرات الخاصة في الوقفة الاحتجاجية التي أرادوا بها استرداد حقوقهم المشروعة كما يقولون حيث طالبوا الجهات المعنية بجملة تلك الحقوق التي فقدوها هتافات ورفتات هي كل ما يملكون ليسمع صوتهم حيث عبر أفراد الاحتياجات الخاصة عن حاجاتهم الماسة لعودة حياتهم إلى وضعها الطبيعي ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم والتوجه إلى المستقبل بكفاءة وتأهيل أكثر حني جمال بلقيس عدم